صارت أمس والي ولاية قصنطينة كمال أباس الفنان الفكاهي رشيد زغمي في بيته الفنان الذي رسم البهجة على وجوه الجزائريين خاصة من خلال سلسلة أعصاب وأوتار يعاني اليوم أزمة صحية حادة أقعدته للفراش وقد كانت قناة النهار قد رفقته بعد عودته من تونس حيث نتنقل هناك لتلقي العلاج قبل أشهر قليلة لكن حالته الصحية لم تستقر بعد